أصدرت محكمة جنايات دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم حكما بالإعدام على المتهم باغتصاب وقتل الطفل الأردني عبيدة خنقا حسب ما ذكرت صحف إماراتية صحيفة الإمارات اليوم قالت إن الحكم قضى أيضا بإلزام المتهم بدفع التعويضات المدنية وكان محام الدفاع في قضية الطفل عبيدة طالب بتعديل الاتهام من القتل العمد إلى الضرب المفدي إلى الموت وإحالة المتهم إلى لجنة طبية لتبيان حالته النفسية والعقلية أما والد الطفل عبيدة فطالب الهيئة القضائية بالقصاص من المتهم بالاعتداء على ابنه وقتله